مرحبا بكم في أولى حلقات برنامج الرياضة مع أنفاس الرياضة مع أنفاس اليوم في الحلقة الأولى سننقشوا موضوع الذي أثارت اهتمام مجموعة من مهتمين بالرياضة الوطنية وخاصة الجمهورة الكرة الوطنية والمتعلق بعودة الدوري المغربي بعد ذلك فترة الحجر الصحي عودة الدوري المغربي هو عودة مد كريسي من القوي الذي سألت به قبل الوباء كورونا أما هي عودة متبديبة هذا الموضوع سنستضفى في سي عبداللطيف متوكيد رئيس الرابعة المغربية للصحفي الرياضين مرحبا بك سعبداللطيف مرحبا تحية لي كل المشاهدين ومتتبعين دي البرنامج ديال كنتمنى أن تكون بداية موفقة وكنت عبداللطيف متوكيد فأ الخير على البرنامج السؤال الأول هو كيف ترى متتبع رياضي ومتتبع الرياضي والكوروية على وجه الخصوص هذه العودة للدوري المغربي وماذا كانت بهذا الريتم القوي وماذا هو الريتم المتتبديل وأعتقد بأنه الحديث هو طويل وحديث دشجون حول عودة البطولة الوطنية للكورد القدم بجميع الأقسام ديلها فالجامعة كانت أمام خيارين إما خيار للإستكمال الموسم أو إلغاء الموسم إلغاء الموسم كان يطرح مجموعة من الإشكاليات الحقيقية المرتبطة بالحسم في الترتيب العام خاصة أن البطولة توقفت وهناك كم كبير وكم هائل من المباريات المؤجلة فهذا طرح مجموعة من الصعوبات والإشكاليات الكبيرة إذنك في الجامعة تحمست لخيار استكمال الموسم لأن تعتبر استكمال الموسم هو انتصار للحياة ويدخل في إطار الإرادة دي المجتمع المغربي ككل الشعب المغربي ككل في مقاومة هذا الفيروس الفتاك لهو كورونا إذنك أعتقد بأنه تحمص دي الجامعة لإستكمال الموسم وبطبيعة الحال سيطرح مجموعة من المشاكل بزارت على الناس كانوا يقولون في فترة الحجر السحيب أن الجامعة ستأخذت النموذج الفرنسي الذي قرروا يقفوا البطولة وأنها ستتعلن على الفائز بالبطولة ولكن وقعت التحول بأن الجامعة خاتل القرار تستئناف الدوري أنا لا أحب أن أقيم مقارنات ما بين تجربتين مختلفتين فهناك فوارق جوهرية ما بين كورة القدم الفرنسية وكورة القدم المغربي وأيضا ما بين المغرب وفرنسا هذا الفوارق هي التي لا تسمح لنا بأن نضع مقارنات ولكن أعتقد أن المقارنة يجب أن تكون مع الدول القريبة منا في محيطنا العربي والإفريقي مع ذلك ففرنسا كما تعلم الحكومة الفرنسية التي اتخذت القرار بإلغاء الموسم الرياضي ككل في جميع الأصناف الرياضية لذلك فأعتقد بأنه ممكن أن تسألي عن وجهة نظاري أقول لك بأنه استكمال الموسم هو الخيار الأمثل بالنظار بأن البطولة لم تكن البطولة تلعب بشكل منتظم كل دورة دائما كان لعبه فيها ثلاث مباريات أربع مباريات بمعنى أنك جيت في واحدة ضرفية للترتيب العام غير مكتمل غير مكتمل الأضلاع غير مكتمل الأركان لذلك أعتقد بأن الجامعة أخذت الدول الأخضر أخذت الموافقة من هذه الحكومة بش تكمل الموسم الرياضي وأعتقد بأنه بالنظر لها الجائحة هذه الكورونا كانت هناك مجموعة من المصاعب مجموعة من الإكرهات ولكن أعتقد فينا هيك المطاف أنه الذي نتمنى هو أن البطولة تنتهي عن مقارب لأن المشكلة الآن فيك نسبست وأن نحن أمام أطول موسم الرياضي في تاريخ كل قدر المغربي والموسم الرياضي بدأ متأخرا والآن تنعيشوا هذه البطولة على الموسمات نحن نطيل على شهر أكتوبر بمعنى عان من المنافسات هذه الأسابقة ليس غير في المغرب سابقة على مستوى العالم ككل يعني المستوى على الأداء تشوف أن اللعبة مجهودة خرافة لأنه بشير لجماهيرهم لأسف لا أعلم ولأن كانت اللعبة حاسين بأن محطوا يديهم وشوف سيحمد اللاعب هو الفاعل اللاعب هو اللاعب الأساسي في هذه المنظومة دي الكورد القدم وأعتقد بني لاعب بدي في شوتنبير وصلنا إلى شوتنبير وبقى ما كمش لموسم أعتقد بأن لا يمكن أن نلوم اللاعب على المرضودية دياله وعلى العطاء دياله بالنظر أنه كين إرهاق كين تعاب فيصعب على لاعب يلعب هذه المدة الطويلة كلها أنا كنت نتظر منه واحد العطاء واحد المرضودية كبيرة لا سيما أنه مر من واحد فترة ديال الحجر الصحي التي متدت لأكثر من ثلاثة أشهر لذلك في اللاعفة هو بشر ليس بآلة وهذا ما نجد له ما ترجمته الفيفا في القرار الذي اتخذته بأن أعطت الدول الأخضر للجميع الاتحادات بأن تعتمد القرار ديال اعتماد خمسة تبديلات خمسة تغييرات في كل مباراة بدل ثلاثة تغييرات من أجل إيتاحة الفرصة للاعبين آخرين وكي تدت مسألة توقيف بين الشوطة يعني بين الشوطة أو كي توقيف تماما لشرب لشرب الماء ولكن بعض الناس يقولون بأن هذا تكسر الريتم المباراة تكون قاعدة في واحد المستوى الضرف هي التي فرضت وأعتقد بأنه الآن من ناحية العلمية من ناحية الطبية تقول بأن اللاعب لغادي يلعب كل ثلاثة أيام مباراة في كورة القدم رأي لابد يتأثر عضليا بدنيا نفسيا كين واحد الإرهاق كين واحد تعاب لأنه اللاعب من يلعب خصو على الأقل 72 ساعة بس يسترجع الأنفاس ويسترجع المؤهلات لذلك تماما نحن في أنفاس لذلك أعتقد بأنه اللاعب خصونا نوقفه في الصف لا يمكن أن نحمل اللاعب أكثر مما يمكن أن يحتمل لا يمكن أن نحمله فوق طاقته ومع ذلك فلابد أن نصفق لهذا اللاعب لأنه على الأقل استمروا في حمل المشعل المنافسة وإن كان بعض الأنديل تتعامل خاصة مع اللاعبين المنتهية عقودهم كل واحد معاملة فيها الحيف وغير رياضية معاملة غير رياضية لأنها تكشف عن نوعية العقلية التي ما زالت سائدة في المشهد الكرة والوطني البطولة العام كما قلنا بدل دروف ديال وكان أحد تشويق على مستوى المقدمة تنشف سالة فاروق الرجال البركانية الويداد كانوا تنافس شارس بين مزدوجتين كيف تشوف هذا الأمر هذا أعتقد بأنه نحن في موسم استثنائي وحتى المنافسة على اللقب هي منافسة أكد أقول بأنها استثنائية نعتقد مثل هذه الحالة لم يشهد الدولة الوطنية أعتقد منذ موسم 2010 فتواجد أربعة أندية والآن تقلص العدد إلى ثلاثة كانت المولودية الوجودية أيضا دخل في الصباق قبل أن تخسر المباراة في زممرة فأعتقد بأنه الرجاء ونهضة بركان لازم حسد تنافس ما بين جهات الدار البيضاء وجهات الشرق تماما تماما كانت تنافس ما بين كورت قدم في مدينة الدار البيضاء وكورت قدم في الجهة الشرقية ولكن نحن كإعلاميين الذين نحرس عليه والذين نطالب به وأن تسود المنافسة الشريفة والمنافسة النزيهة ويجب أن نصفق لمن سيفوز باللقب سواء كان الرجاء أو نهضة بركان أو الوداد الرياضي من يستحق من يستحق اللقب سنصفق له وسنرفع له القبعة سيما أنه موسم استثنائي اللاعب منهكين كنو حتى عام كنو إكرارات كنو مصاب يعني أي خطأ بالنسبة للتحكيم ولا هذا تتسلط على الأضواء وتت التحكيم هو في قلب في دائرة الضوء كما يقال التحكيم دائما الانتقادات موجهة إليه الذي نتمنى هو أن الحكام يبرهنوا على أنهم بالفعل جاديرين بهذه المسؤولية قضاة الملاعب هما كحكام مطالبون يترسيخ هذه القواعد المنافسة النازيهة وتكافؤ الفرص ويعطوه إشارات الجماهير الرياضي ككل بأن البطولة تجري على قدم المساواة لا يوجد هناك تمييز ولا أفضل للفريق آخر علما أنه شفنا الانتقادات التي طالت تقنية الفار وكيف توظف وكيف تستعمل فأعتقد بأنه الحكم هو عنصر محواري تقع على عاتقهم مسؤولية تتبيت أركان تنافس النازل بالنسبة لتقنية الفار هذه أول أو سنة موسم لتطبقات في هذه التقنية بالنسبة لك كيف تشد التقنية ناجحة على المستوى الوطني أو فيها شوية الارتبات وتقنية الفار طرحت نقاش في العالم ككل هناك الآن مؤيد لتقنية الفار هناك الآن معارض لتقنية الفار خاصة المستوى توقيف المباراة وتكسير الإقاع وتكون فارق غادي في رسم معين تهاجم تبحث على تشجيل الهدف تتجيل تقنية الفار كتوقف المباراة للمدى معين وهذه من العيوب التي كنا الآن في الدوري الوطني وأنه عندما يتم اللجوء إلى تقنية الفار يتم استهلاك واحد الوقت كبير جدا وهذه من العيوب التي كنا على الفار ولكن أعتقد بأن الفار جاء ليحمي الفرق ولكي يقوي ولي يرسخ هذه المنافسة النازية ويحمي الأندية من أن تضيع في حقوقها الجوهرية إذا أعتقد منه كتجربة لابدى أن هناك تقييم للتجربة وهناك الآن اجتهادات بخصوص الكيفية التي سيتم تعامل مع هذه التقنية مستقبلة لأنك الآن توجهات وكنا واحدة استراتيجية جديدة تعدها الفيفا لكي يتم استغلال هذه التقنية بطريقة تضمن المباريات عدم هضر واحد الوقت وهو تامين وكي يكون واحد الوقت في واحد الضرفية وهي حساسة وحاسمة رجعوا سيموت وكلا مسألة عن عودة الدوري المغربي بالنسبة لك ما تشوف أن العودة خدمات الفروق التي تنفس إفريقيا الرجال ويداد النهضة البركانية بالإضافة إلى حسينة أقادير كنت أكيد على الأقل خلت أنها تعود لمنافسة في هذا الوقت مبكير وتسترجع الجاهزية التنافسية والبدانية وأعتقد بأن هذه العودة دي البطولة الوطنية ستصب في مصلحة الرباع المغربي اللي هما الويداد والراجا وحسينية أقادير ونهضة بركان أعتقد بأن هم سيستفيدون من هذه العودة دي البطولة علمي أن حتى البطولة المصرية هي الآن لم تستكمل ما زالت تلعب فيها النفس الوضعية النفس الوضعية أن الوضعية تختلف حول الأهلي والزمال لكن الآن غير المدربين وهما يقبلان على مواجهة الويداد والراج سي متوكل ثلاثة أسماء يعني باختصار جمال سلامي مدرب كف ومقتدر وأبان سواء مع المنتخب المغربي الكأس اللي فاز معه بكأس أفريقيا اللاعب المحليين ولا معنا درجاء الرياضي لمحقق معه مصار متميز سعيد نصير سعيد نصير رئيس نادي الويداد ورئيس العصبى الاحترافية أعتقد أنه مطالب مطالب بأن يعيد نظر ومطالب بمراجعة أوراقه خاصة على مستوى تسير العصبى الاحترافية لأنه يحمل قبعتين وحمل هاتين القبعتين دائما يضعه في الواجهة دائما يتعرض للنقد وأعتقد بأنه يجب أن يبرهن على أن العصبى الاحترافية هي بالفعل عصبى تمتيل جميع الأندير المغربية ولا تمتيل فريقا معين زياش وتجربة جديدة زياش هذا موهبة مغربية كبيرة الآن ذهب لي أخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي للأسف البداية لم تكن بالشكل المطلوب لأنه تعرض لإصابة حرمة من أن يبدأ الموسم مع تشيلسي أعتقد بأن زياش هو لعب كبير مهارات دياله والإمكانية دياله المؤهلة القدرات هي كبيرة نتمنى أنه في تجربة الإنجليزية تكون أفضل من تجربة الهولندية شكرا سيموتو كيل وشكرا لكم مشاهدين الكرام وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله شكرا